من جيل معلمنا لقى البشير اسحح 11 من عدد 14 ل 26 انتوا عارفين ان احنا في الاسبوع ده الاسبوع بتاع الابن الضال والاسبوع ده بيكلم عن التوبة وشفنا توبة الابن الضال ورجوعه لحدن ابوه انجيل النهار ده بيقول انه اذا تسلح القوي اللي يحفظ داره فامواله تكون في امان فاذا اتامن هو اقوى منه وغلبه ياخد سلاحه الذي كان متكلا عليه ويقسم غنائمه هنا بيقول اذا كان القوي متسلح يحفظ داره في امان القوي ده اللي هو الشطاء يحفظ داره في ايه في امان لكن لما جل اقوى منه السيد المسيح يقول ايه ياخد سلاحه الذي كان متكلا عليه ويقسم غنائمه يخدنا من الشطاء خلاص احنا بنخرج بالموضوع من الايه من هذا الاسر بتعشيطان بالتوبة ان احنا بنكون ولاد لربنا بعد كده يكمل حاجة اللي هتبني عليها القريات كلها يقول اذا خرج ان الروح النجس اذا خرج من الانسان يكتاز في اماكن عديمة الماء يطلب راح واذ لا يجد يقول حينئذ ارجع الى باتي الذي خرجت منه فاذا جاء ووجده فارغا مكنوسا مزينا حينئذ يمضي وياخد سبعة ارواح اخر عشر منه فيدخلون ويسكنون هناك وتكون اواخر ذلك الانسان عشر من اوائله في الحقيقة احنا في التوبة ممكن الواحد بعد ما يتوب يحس انه هو يرجع تاني والاسف الواحد بعد ما بيرجع ممكن يكون ايه الخطيئة اللي كانت بتقنبه وكانت بتتعبه اصبحت النهاردة يعني يتصالح كده شوية معاها مفيش مشكلة قوي اللي جرع يعني الواحد يحس في اول سقطة يعني الدنيا تهدد بعد كده يعني عادي وتأتي سبع ارواح اشر منه ايه اللي يحفظ تبتي ايه اللي يخليني ميدخلش فيها الارواح اللي اشر دي ده النهاردة اللي هنمشي فيه في الارياب بتاعت النهاردة اول حاجة في النبوات كان بيتكلم موسى النبي شعب اسرائيل وبيفكرهم تعرفين شعب اسرائيل كان خرج من مصر وراح في البرية وبعد كده ربنا دخله ارض المواد فموسى بقولهم ايه اسكر لا تنسى انك كم اغضبت الرب الهك في البرية منذ اليوم الذي خرجتم فيه من ارض مصر الى ان جئتم الى هذا المكان لا تزالوا تقومون الرب يعني الواحد يبقى قدامه ضعفه ان ربنا اللي خرجني مش انا اللي بكوتي وبتقواية انا بقيت كويس لا انا لما بتوب بحس ان ده عمل الله فيه انا بقوله توابني يا رب فا اتوب توابني يا رب فا اتوب ويلاقي ربنا زي ما يقول بولس الرسول هو العامل فيكم ان تريده وان تعمله من اجل المصر ربنا ينخس الوبنا بروحه الكدوس ربنا يدينا نعمة التوب يدينا ان احنا نشتاء لي احنا مش علشان احنا كويسين احنا بقينا هنا لا محبة ربنا ونعمته علينا نعمته علينا احنا مش افضل من حد تاني مش افضل بالعكس حتى بولس الرسول بيقول اين الافتخار اذا واي شيء لم تأخذ تفتخر ليه از كان كل حاجة مدهنة ربنا از كان كل عطية صالحة كل موهبة تم نازلة من فوق من عند ابي الانوار كل عطية صالحة من عند ربنا يبقى انا دايما ايه عايز ربنا يقول لنا ربنا اللي خرجنا اللي خرج الشعب من مصر وحفظوا في البرية مش من اجل تقوى لأ كانت من اجل محبته من اجل العهد اللي هو عهد بيه ابقنا وعشان كده ما كانش من اجل صلاح فينا ولكن من اجل حب ربنا فينا يبقى انا اول حاجة في التوبة دايما افتكر ان ربنا هو اللي بيعمل فيه ربنا اللي بيتوابني ربنا اللي بيتوابني طبعا احدا بنستجيب معامل ربنا في التوبة تاني النبوة كانت من سفر صميل وبتتكلم على شاول لما كان عايز يقتل داود وازاي ايه ان ربنا حفظ داود ولما قطح حتة من جبة شاول وبعدين قال له ان انا كنت ممكن اقتلك وازاي ايه شاول قال لداود انتهى بر مني حفظ ربنا لنا ساعة ما داود كان هربان من شاول شاول تلع وراه بتلت تلاف رجل منتخب اسرائيل ولكن في الحقيقة اني لاقي ان ربنا حفظ داود ونلاقي داود يقول له يعني على من خرجت يا ملك اسرائيل وراء من انت مطارد وراء كلب ميت وراء برغوت واحد الواحد يكون بقى ايه ميحسش داود كده بقى انه هو رجل حرب وانه هو انتصر وانه هو عمل لا قال على نفسه ايه كلب ميت برغوت واحد عشان كده الاتضاع سبيل انه هو الواحد يكون ايه في الطوبة اللي هو يعود يحتفظ بيه بحياة الطوبة ويكون حياته مع ربنا سفر اشياء اللي هو الهبوة اللي بعدها بيقول وامر بالشر على مسكونة كلها وعلى منافقين بخطيام واهلك تعظم الكافرين ويزل الكبرياء المتعظمين برضو خطيئة الكبرياء هي اللي ممكن ايه تخلينا نقع على طول في الخطيئة لما الواحد يرفع راسه ويفتكر انه هو بقى حاجة هو ده يمسكوته لكن طول ما الواحد عارف انه هو سر سر قيامه انه هو ساند على ربنا زي ما نشوف كده الكرمة والان هو الكرمة الحقيقية وانتم الاخصان مفيش غصن بيقدر يقفل واحده كده الاخصان دي دايما ايه يعملوا تكعيبة كده الغصن يمشي عليها لكن طول ما الواحد ايه مستند على الكرمة هو كده في امان ابن بوه اللي بعدها كانت من سفر ايوب وكان ايوب يعني في الاصحات القبل كده الاصحين اللي قبلهم كان يعني بيسأل يعني بيقول لربنا علمني يعني ايه هي خطيتي يعني انا مش شايف ان انا في خطيه عشان تعمل معي كل ده مش شايف ان في حاجة تعمل معي كده في الحقيقة الكلام ده خلى اليفاز التماني وده واحد من اصحاب ايوب ما يعجبوش الكلام ابدا يعني ازاي بتتكلم كده مع ربنا فقال له ايه لعل الحكيم يجيب عن معرفة باطلة ويملق بطنه ريحا شركية فيقول له ايه لعلك انت لعلك ولدت قبل كل انسان انكونت قبل التلال لعلك سمعت اسرار الله انبلغت اليك الحكمة ما يعجبوش الكلام فايه فقومه في المتعد فده يعني ايه بالضبط كده الواحد لما يسمع حاجة ينفر من الشر يباد يباد ما عجبش الكلام الواحد عشان يحفظ توبطو يهرب اهرب لحياتك اهرب من كل الدايرة اهرب لحياتك الاباق يعلمونا يقولوا ايه لو في حفرة وانت واقف على حرف الحفرة دي لو حد بصبعه زقك هتقع في الحفرة صبع واحد بس التوازن الواحد يختل لو يقع لكن لو الواحد بعيد عشان حد يوقعني ألاقي يعود يشد فيي ويجرجرني وأنا أصرخ لربنا وألاقي نفسي ايه ما وقعتش لاني واقف بعيد لكن ساعات الواحد يعتقد انه هو قوي وانه هو مش هيقع وعلشان كده ايه هو اكتر انسان يقع اللي يجي في الاعتراف يقول ما تخافش يا ابونا انا عارف اعمل ايه اعرف انه هو الدنيا هتبوز معي لأ نخاف نخاف ونخاف قوي ونخاف ما نضعفنا ونقول يا رب سندني ما تسبنيش هرب يا شعب نصراخ النبوة اللي بعدها بقول يا ابني انقبلت لخدمة الرب هيا نفسك للتجارب الواحد ما يستغربش الحروب قوم قلبك واحتمل يقول لا تضعف في وقت اتعابك اكترم به ولا تنفصل عنه في وقت التعب اكترم به ولا تنفصل عنه في التجربة في الديئة في حاجة كل حاجة ايه اكترم به ولا تنفصل عنه لكي تلمو فيه اخرتك كل ما يأتيك فاقبله ما تتزمرش تتزمرش ربنا اهلك الشعب لتزمر فمن تزمرش زي اقبل كل ما يأتي ايه ما يأتي ايه كل ما يأتيك فاقبله لكي تكون سبورا في ارض مزلتك قال فان الزهب يمحص بالنار والمرضيين المختارين من الناس يمحصون في اتونا الاتضع الواحد ما يستغربش عشان كده نلاقي بطرس الرسول يقول لا تستغربوا البل والمحركة الحادثة بينكم كأنه أصابكم أمر غريب لا ممكن تجارب وديئات ولكن ايه اكترم به ولا تنفصل ايه عنه مزمور باكر يقول لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع كدوسك يا رف سادا قد عرفتني طرق الحياة طبعا برضو دي نبوة على قيامة السيد المسيح ولكن ايه نعمة ربنا علينا انه هو مش بيسيبنا البوليس بيكلم على الإيمان بيقول الإيمان هو الثقة بما يرجى والأمور والإقام بأمور لا ترى اللي يحفظنا في توبتنا الإيمان عندنا إيمان ثابت إن ربنا عد لنا الموعيد ربنا بيحبنا ربنا منتظرنا ربنا يكافئ الأبرار ربنا يكره الخطيئة ويرفضها الإيمان لما حس إن أنا قدام ربنا طول الوقت وحس إن أنا واقف قدامه وحس بمهابة ربنا إيمان بحضور ربنا في المكان إيمان في حضور ربنا في الكنيسة إيمان إن أنا باخد جسده ودمه إيمان إن أنا لما بعترف بتتغفر خطيتي إيمان لما بقى في البيت وصلي وأقول صلاة الشكر وأقول عن موضعك المقدس هذا إن حضور الله موجود وشايفني يقول بالإيمان إبراهيم لما دعيا إيه خرج إن هو جرح قلب ربنا ومحبة ربنا ما هيش توبة ليبقى كده عمل شخصي عشان هو يعني إيه ما يحب الشكل يكون كده وهو مش راضي عن نفسه كده وكأن التوبة دي حاجة بينه وبين نفسه مش إيه إن أنا جرحت قلب ربنا ابنه يطحن نحفظ أنفسنا في محبة الله محبة ربنا دايما هي اللي تخلي إيه الواحد مش قادر يعمل كده كيف أصنع هذا الشر العظيم وأختي إلي الله ليه نتحبه محبة ربنا هي اللي تحفظنا إيه في توبتنا إنجيل مزمون الأداس بيقول احفظني يا رب فإني عليك توكلت قلت للرب أنت ربي ولا تحتاج إلى صلاحي احفظني يا رب في توبتنا قلو إيه احفظني يا رب فإني عليك توكلت أنت يا رب لا تحفظني أنا أخاف من نفسي أنا أخاف لما أهمل صلواتي وإنجيلي وقداسي أبعرف إن في اليوم ده أنا ممكن أضيع وقع عشان كده الواحد بيبقى بيخاف إني لما يكسل بعد كده ما يعرفش يقف تاني ولا يقوم تاني وللاقي حياته بتضعف وبتضيع منه ناخد بالنا ناخد بالنا لألا بعد ما نتوب نرجع تاني لحياتنا القديمة ربنا دينا إن إحنا كلنا نتوب يدينا إن إحنا نثبت فيه ونقوله دايماً توابني يا رب فأتوب لرب